الحج الغزالي درج الصوم درجات قال الصوم ثلاث درجات صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص صوم العموم هو كصوم كثير من الناس ممن يصومون عن الطعام والشراب وشهوة الفرج ثم يبطلون أو ينقصون ويحبطون ربما ثواب صيامهم بالكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله وفعل ما حرم الله وحضر فمثل هؤلاء بتعبير إمام الغزالي كمن بنى قصرا وهدم مصرا يحسن قليلا ويسيء كثيرا أكثر مما أحسن فهذا أحمق هذا ساعن في خراب آخرتي ساعن في خراب آخرته والعياذ بالله ولذلك قال جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إذا صام أحدكم فريضة من رمضان أو في غير رمضان تطوع إذا صام أحدكم فلتصم عينه وأذنه ولسانه عن الكذب والمأثم وليدع أذى الخادم الخادم سواء كان عبدا أو غير عبد الآن من يكون في إمرتك في مدريتك أنت مسؤول عنه أحسن إليه لا تؤذه طيب ماذا عن الزوج والأولاد أحرى وخيركم خيركم لأهله أحرى ألا تؤذي أهلك بعض الناس سبحان الله في رمضان يوقع الطلاق بعض الناس يفتعل مشاهل كبيرة مع أهلي وأولادي في رمضان هذا ما صام ولا عرف معنى الصيام قال وليدع أذى الخادم وليدع أذى الخادم وليكن عليه في يوم صومه سكينة وواقار ولا يجعلن يوم صومه ويوم فطره سواء لا يستويان أنت تصوم عباده عظيمة هذه الله نسبها إلى نفسه إلى ذات العلي قال إلا صوم فإنه لي كيف تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء ولا يستويان ونغادر صوم العموم نسأل الله أن لا يكون صومنا من صوم العموم هناك صوم الخصوص ويراد بالخصوص هنا الصالحون يعني صوم الصالحين الذين إذا صاموا إخواني وأخواتي انجمعوا وكفوا حواسهم وجوارحهم عن المحارم والمآثم وقضوا نهارهم في ذكر الله وفي عمل الخير هذا صوم الصالحين أما صوم خصوص الخصوص هذه رتبة عالية جدا هؤلاء يصومون عما سوى الله بالكلية عما سوى الله بالكلية هؤلاء صوم حتى عن الدنيا وما فيها ومن فيها وجعلوا إفطارهم لقاء الله تبارك وتعالى اللهم اجعلنا منهم رتبة سنية علية جدا جدا ولكن الحالون بها قلة اللهم اجعلنا من هذه القلة على الأقل إن لم نكن من هؤلاء الخاصة الخاصة هؤلاء من هم؟ النبيون والصديقون والمقربون المقربون هم السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون ذكر الله تبارك وتعالى في عدتهم في كثرتهم ثلة من الأولين وقليل من الأخير السابقون المقربون كانوا كثيرين في أصحاب رسول الله وأتباعه وأتباع أتباعه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه القرون الثلاثة الأجيال الأجيال الثلاثة أيها الإخوة المنتخبة ربانياً المرفوعة اصطفائياً أما نحن فنحن من الآخرين المقربون فينا قلة وقد يسأل سائل فما حال الصديقين أقل من القليل الصديق الصديق هو الذي غلب عليه الصدق ظاهراً وباطناً بحيث لم يعد ثمت مساغ ولا فراغ للكذب لا في نيته لا في قوله لا في فعله لا في أمه وإيمانه يقين راسق ثابت لا يتلجلج ولا يتزعزع ثم لم يرتابوا إمان مطلق بالله تبارك وتعالى وبموعود الله رتبة الصديقية وطريق رتبة الصديقية يا إخواني ملازمة ماذا؟ ملازمة الصدق هذا الطريق فمن نهج في هذا الطريق انتهى به بعون الله وحوله وفضله وطوله إلى نول رتبة الصديقية أن يكون صادقاً يبدأ بلسانه أن يكون صادقاً في أقواله لا يكذب لا ينقص لا يزيد لا يبالغ وليس هذا فقط ولا يحتقب ويقترف بلسانه ما لا يرضى الله تبارك وتعالى أبداً هذا اللسان لا ينطق إلا بما يحب الله ويرضى هذا الطريق هذا صوم خصوص ألخوص